السؤال الذي بعده هل يجوز للمرء أن يجعل الإهداء في كتاب كتب كتابا ألف كتابا يهدي فيه يهدي الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الله تبارك وتعالى عز وجل أقول باختصار إن هذا من البدع المخالفة للشرع والتي يستغرب من السؤال عنها وهو أنه لا يصح ولا يجوز للمرء أن يهدي أن يجعل في مقدمة الكتاب أن هذا الكتاب مهدا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذه مخالفة شنيعة لا ينبغي أن يقال بها ولا أن تفعل لأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك هو الغني والناس فقراء إليه وإنما الذي يصح مع ربنا عز وجل أن يعبد وأن يطاع وأن يخشى وأن يستغاث به وأن يستعان به وأن يفرد بالعبادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الكتاب نافعا فإنه يعطى أجر كاتبه من دل على خير فله مثل أجر فاعله وكل خير نحن عليه دلنا عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والآن